السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعه أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا اللهم أمين يوم مع اللقاء الثاني من هذا الكتاب مبارك كتاب تأملات إيمانية في سورة يوسف واليوم إن شاء الله نقف فيه مع البسملة يقول الشيخ حفظه الله اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النحل واختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة يبقى الآن في عندنا أشياء اتفق فيها العلماء بخصوص البسملة وهذا الكلام يعني يصح أن يقال سواء في سورة يوسف أو في غيرها من السور يبقى الآن إحنا عندنا 114 سورة ما حكم البسملة في أول كل هذه الصور فهذا هو الذي نتكلم عنه فعندنا أمر متفق فيه وهو أن البسملة بعض آية من سورة النحل وهي قول الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الموضع الذي فيه البسملة بعض آية وهذا متفق عليه عند الجميع لكن اختلفوا في البسملة التي في أول كل سورة على أقوال هنذكر الأقوال كلها إجمالا ثم بعد ذلك نتكلم في الراجح في هذه الأقوال فيقولوا اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة ده نكتب عليه رقم واحد هذا القول الأول هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أي فهي لا تعد من آياتها يعني يعتبر آية مستقلة يعني لما نقرأ البقرة مثلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آية لكنها ليست جزء من سورة البقرة أم هي آية من كل سورة أي فهي إحدى آياتها يبقى ده القول الثاني يبقى نكتب عليه رقم اثنين يبقى القول الثاني أن هي آية من كل سورة أو أنها بعض آية من كل سورة بعض آية من كل سورة ده القول الثالث أي تكون الآية الأولى في كل سورة هي البسملة وما يريها يبقى الفرق بين القول الثاني والقول الثالث القول الثاني هنقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى دي آية مستقلة وبعدك نقول ألف لام ميم يبقى دي آية أخرى طيب القول الثالث لا القول الثالث في بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يبقى بسم الله الرحمن الرحيم وألف لام ميم آية يعني البسملة جزء من الآية الأولى في أول كل سورة أم أنها آية من الفاتحة دون غيرها يبقى هذا القول الرابع أنها آية من الفاتحة دون غيرها أم أنها كتبت للفصل لا أنها آية يبقى عندنا حكم البسملة في أول كل سورة على خمسة أقوال على خمسة أقوال بالترتيب كده القول الأول أنها آية مستقلة في أول كل سورة يبقى آية لكنها ليست من السورة القول الثاني يعني أن نجد عد آيات السورة هنجعل البسملة ليست آية من ضمن آيات السورة يعني لا تدخل البسملة في ترقيم آيات السورة أتبالكم هذا الكلام يسايا الكلام أنه صحيح في غير سورة الفاتح طيب القول الثاني أم هي آية من كل سورة يبدأ القول الثاني بآية مستقلة من كل سورة يقول أو أنها بعض آية من كل سورة أو أنها بعض آية من كل سورة يبقى هنأجعل البسملة مع الآية الأولى من السورة كأنها آية واحدة يقول أو أنها آية من الفاتحة دون غيرها أو أنها كتبت للفصل لا أنها آية يبقى كده صار الكلام على خمسة أقوال في حكم البسملة في القرآن العظيم طيب ما هو الصحيح في هذا يقول وأصح الأقوال أنها إحدى آيات الفاتحة وآية مستقلة من أول كل سورة طيب الآن الشيخ اختار هذا القول جزء مهم جدا نبني عليه كل مسائل الدين ليست فقط هذه المسألة وهي أن اختيار الأقوال مبني على الدليل مبني على الدليل وليس مبني على من قال بهذا القول أحيانا لدي مثلا قول من الأقوال ألبي واحد أو اثنين أو ثلاثة فيبدأ يميل للقول الذي قال به فلان أو قال به فلان أو أنا مذهبي فلان فأختار القول الذي قيل في مذهبي لا ليس الأمر كذلك الله تبارك وتعالى يقوله في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يبقى عند الاختلاف نرجع الأمر إلى الآيات وإلى الأحاديث إلى الأدلة لشان كده الشيخ هنا بيقول والراجح أنها إحدى آيات الفاتحة وآية مستقلة من كل سورة طيب ما الدليل على هذا قال للحديث يبقى أول ما يقول للحديث يبقى هذا هو الدليل للحديث الذي روته أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا قال إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها فإنها إحدى آياتها وهذا حديث رواه الدرق قطني والبهقي صحح والألباني رحمه الله يبقى ذا كده بالنسبة للجزء الأول أن البسملة إحدى آيات الفاتحة يبقى هذا يفصل في هذه المسألة طيب يقول فهي فهو دليل على أنها إحدى آيات الفاتحة أما أنها آية مستقلة في أول كل سورة فلحديث ابن عباس طيب المسألة الثانية أنها آية مستقلة في أول كل سورة يبقى ليست من آيات السورة يبقى لو نعد الآيات لن نجعل البسملة آية من آيات السورة ما الدليل على هذا يقول فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم يبقى هذا الحديث رواه بداود صحاح الألبن رحمه الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف أن السورة انتهت وابتدأت السورة الأخرى من القرآن الذي ينزل عليه حتى يعلمه جبريل بذلك ببسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث قال ولحديث أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يعني بينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوسر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الحديث هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ السورة ببسم الله الرحمن الرحيم فهي كما ذكرنا آية في مقدمة كل سورة بالمناسبة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ودى دليل على نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني كان أحيانا يأتيه الوحي بصور متعددة ومنها أنه كان يأتيه فيغش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه متبسما يعني قد أفاق من إغفاءته هذه بعد نزول الوحي عليه يقول ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الدليل الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك يبقى هذا الحديث وهذا الحديث رواه داود الصحاح الألباني رحمه الله يدل على أن لو عددنا آيات سورة الملك بدون البسمة لها نجد أنها ثلاثين آية يبقى إذن بسم الله الرحمن الرحيم التي في أول الصورة ليست آية من الصورة حسب العد الذي عندنا قال وهي ثلاثون آية مستقلة دون عد بسم الله الرحمن الرحيم فهذه الأحاديث ترجح ما ذكرنا من أنها آية مستقلة في أول كل صورة وأنها إحدى آيات الفاتحة والله أعلم طبعا مسألة دي مسألة خلافية خلافية وسألة لكن أحببنا أن نبين حكم هذه المسألة وزا ما ذكرنا المرجع في هذا الأمر كله إلى الدليل طيب بسم الله الرحمن الرحيم إبدا حكم البسملة طب ما معنى البسملة يقول والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف مؤخر محذوف بمتعلقة بمبتدأ مؤخر محذوف طيب يعني إيه الكلام ده إحنا في اللغة العربية في اللغة العربية غالبا لا تكون جملة تامة بجار ومجرور يعني أنا الآن لو هبدأ كلام أقول في المدرسة وتوقفت هل حد هيفهم من هذه الجملة أنها جملة تامة ولا لابد من تقدير محذوف إيه المحذوف اللي ممكن نقدره إن أنا مثلا أكون سؤلت سؤال أين علي فأقول في المدرسة فالتقدير هنا علي في المدرسة يبقى في المدرسة هنا جاءت في محل جر خبر جاءت في محل رفع خبر في المدرسة فأنا لما أقول هنا هو خبر شي بجملة فاليبقى أنا لما يتيجوا جملة كده في المدرسة لابد من تقدير محذوف عشان تبقى الجملة تامة كاملة ده في اللغة العربية طيب الآن بسم الله بحرف جر واسم ده اسم مجرور ولفظ الجلالة الله نضاف إليه طيب الآن دي جملة فيها جر ومجرور لابد من تقدير محذوف لابد من تقدير محذوف عشان تكون الجملة تامة طيب ما هو الشيء المقدر هنا الشيء المقدر هنا يقول بمبتدأ مؤخر محذوف مبتدأ مؤخر محذوف ليه المؤخر وليه المحذوف هنيجي نشوف يقول تقديره ابتدائي كأنه يقول بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبدأ يقول أو بفعل محذوف تقديره أبدأ أبدأ برضو نقول بسم الله أبدأ بسم الله أبدأ كأن هذه الكلمة التي حذفت من الجملة طب إحنا نفهمها من السياق يقول أي ابتدائي بسم الله أو أبدأ باسمه أي بسم الله أي بذكر اسمه سبحانه وتعالى استعانة وتبركة يبقى كأن معنى الكلام أنا الآن هنبدأ مثلا نأكل لما نيجي نأكل هنقول بسم الله كأن المعنى بسم الله أبدأ الأكل أو بسم الله أكل أو أننا مثلا هنشرب هنقول بسم الله كأنه بسم الله أشرب طب أنا هنأقرأ القرآن يبقى بسم الله أقرأ أو بسم الله قراءتي أقرأ ده فعل قراءتي ده اسم يبقى هو ده معنى معنى أنه هو بمبتدأ مؤخر محزوف مبتدأ لو هو اسم وفعل لو هو أو زمونا كده أقرأ وده فعل يبقى ده فعل مؤخر فعل مؤخر محزوف طب ليه مؤخر ليه ما أقولش مثلا أبدأ بسم الله ليه أقول بسم الله أبدأ قيل لأنه لا يقدم على اسم الله عز وجل شيء لأنه لا يقدم على اسم الله تبارك وتعالى شيء طيب إحنا بنبدأ بسم الله ليه تبركا واستعانة بالله تبارك وتعالى يبقى كل فعل نبدأ فيه بسم الله تبركا واستعانة بالله عز وجل ربعا وأعظم ذلك والقرآن العظيم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح ببسم الله مكاتباته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني كان صلى الله عليه وسلم يستفتح المكاتبات ببسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلم عليه هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها حديث ضعيف اللي هو كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم وهذا حديث ضعيف لكن السنة المتوترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح عامة أبوره بالبسملة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول واسم الله ولغز الجلالة الله معناه الإله المعبود وحده لا شريك له على أصح قولي العلماء مشتق من الإلهة يعني إيه الكلام ده إحنا لما نقول اسم الله السميع أو اسم الله الرحمن نفهم منه معنى إيه المعنى اللي هو صفة الرحمة صفة الرحمة طيب لما نقول اسم الله لفظ الجلالة الله ما هو المعنى المتضمن في هذا الاسم الصحيح أنه مشتق من ألها يأله إلهة ومعناه عبد يعبد عبادة فالإله بمعنى المعبود زي بنقول السميع أي من له صفة السمع البصير من له صفة البصارة القوية من له صفة القوة طيب لما نقول الله يبقى نقول من له العبودية من له العبودية يبقى هذا معنى الله لفظ الجلالة الله أي المعبود طيب يقول ودليل ذلك قوله تعالى دليل من القرآن على أن لفظ الجلالة الله بمعنى المعبود يقول قوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض طبعا وهو الله في السماوات وفي الأرض هل معنى كده أن الله عز وجل بذاته موجود في الأرض زي ما كتير من الناس يقول لك ربنا موجود في كل وجود أو موجود في كل مكان ده كلام باطل لأن الله عز وجل قال عن نفسه ثم استوى على العرش فالله مستوى على عرشه بائن من خلقه مفاصل من خلقه طيب ابقى معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض معناها وهو المعبود في السماوات وفي الأرض وهو المعبود أيضا في الأرض يقول مثل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله يعني معبود وفي الأرض إله قال فينبغي على العبد حين يذكر اسم الله أن يستحضر القضية الأولى في حياته بل في الوجود كله وهو إفراد الله بالعبادة يبقى عند ذكر اسم الله أن نتذكر أننا عبيد لله عز وجل وأننا يعني معنى العبودية التي هي أخص خصوصية الرب جل وعلا نحن عبيد لله تبارك وتعالى فليس هناك معبود يستحق العبادة في هذا الكون إلا هو عز وجل وده عشان كده إحنا سيأتينا الكلام في ذكر الأسماء والصفات أن لفظ الجلالة الله يعني له خصوصيات غير باقي الأسماء والصفات يقول هو إفراد الله بالعبادة كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أمن معنى الإله أنه المعبود عشان كده معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يقول واسم الرحمن الاسم الدال على صفة الرحمة العامة إحنا هيجلنا الفرق بين اسم الله الرحمن وبين اسم الله الرحيم الرحيم الدال على صفة الرحمة الخاصة اللي هي متعلقة بالفعل الله يرحم المؤمنين يبدأ الرحمة الخاصة أما الرحمة العامة التي هي لكل الخلائق هذا من اسم الله الرحمن يقول من صفات ذات الرب سبحانه وتعالى أي التي هي من لوازم ذاته عز وجل يعني من صفات ذاته غير مرتبطة بالقدرة والمشيئة ننتبه في عندنا صفات الله تبارك وتعالى حاجات اسمها صفات ذات وحاجات اسمها صفات فعل إيه الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل ننتبه المعنى ده مهم جدا الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الذات غير مرتبطة بالقدرة والمشيئة وصفات الفعل مرتبطة بالقدرة والمشيئة نضرب مثال لما نقول الله عز وجل هو الحي هو الحي لما نقول الله عز وجل هو الحي فصفة الحياة صفة ذات غير مرتبطة بالقدرة والمشيئة يعني غير مرتبطة بالقدرة والمشيئة يعني من قلش حي إذا شاء ويموت إذا شاء تعالى الله عن ذلك علوا كبير أمال إيه نقول الله عز وجل حياته لازمة لذاته عز وجل غير مرتبطة بالقدرة والمشيئة بيسميها صفة ذات طيب لما نيجي نقول مثلا الله عز وجل عز وجل عزيز ذو انتقام صفة الانتقام هنقول دي مرتبطة بالقدرة والمشيئة صفة الرضا يرضى عن من يشاء صفة الغضب يغضب على من يشاء صفة المغفرة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لما نجي نقول من يشاء يبقى إذن مرتبطة بالقدرة والمشيئة يبقى المعنى دا مهم جدا لما نجي مثلا نقول صفة الوحدانية صفة الوحدانية أو لم يلد ولم يولد هذه صفة ذات غير مرتبطة بالقدرة والمشيئة فنيجي نقول مثلا صفة الغضب أو الفرح هذه مرتبطة بالقدرة والمشيئة فنفرق هنا ما بين صفة الذات وما بين صفة الفعل ما بين صفة الذات وصفة الفعل والتفرقة دي على فكرة مهمة جدا جدا في دراسة الأسماء والصفات فلما نجي نقول اسمه عز وجل الرحمن هو دال على صفة الرحمة العامة وهي صفة ذات الرب سبحانه أي التي هي من لوازم ذاته ليست متعلقة بمشيئته أو ببعض خلقه يعني الرحمة دي عامة له تبارك وتعالى عامة لله عز وجل غير مرتبطة بالقدرة والمشيئة غير مرتبطة بالقدرة والمشيئة بمعنى أن الله يرحم الدواب الله عز وجل يرحم جميع المخلوقات حتى الكافر عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها الكافر شربة ماء يعني رزق الله عز وجل بينزل للكافر حتى هو بيعصي الله عز وجل عشان كده يقول دي رحمة عامة ما هيش فيها ثواب وعقاب يبقى هذه الرحمة متعلقة بذاته عز وجل غير مرتبطة بالقدرة والمشيئة يقول بل كل من سواه مرحوم بهذه الرحمة بمقتضى كونه مخلوقا من مخلوقاته بمعنى أن كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى الله يعني بيتعرض لأثر هذه الصفة صفة الرحمة العامة وهو لكونه عز وجل الرحمن يقول بصرف النظر عن كونه مطيعا أو عاصيا عشان كده ربنا عز وجل بيرزق المطيع وبيرزق العاص الاثنين مع بعض يبقى هذه الرحمة العامة مؤمنا أو كافرا فهذه الرحمة العامة واسعة كل شيء وينبغي على العبد أن يستحضر عند تلاوته لاسمه عز وجل الرحمن آثار رحمة الله عز وجل بخلقه جميعا وكيف أن رحمة واحدة من مئة رحمة أنزلها الله عز وجل بها يتراحم الخلائق من أولهم إلى آخرهم كما وجاء في الحديث عن نبي صلى الله وسلم أنه قال إن رحمة الله مئة جزء أنزل الله عز وجل منها جزء منه يتراحم الخلائق جميعا حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه إحنا لما بننظر بقى نشوف الحيوانات الأم مثلا كيف أنها ترحم أبنائها وهو حيوان مفترس وشوف يعني أنه ممكن يقدم حياته لكي ينجي أبنائه دي من أثر رحمة الله عز وجل نسبة هذا الحديث متفق عليه في صحيح يعني روال بخاري مصد يقول وتأمل ما في قلوب البشر من التراحم بين الأمهات والأباء والأولاد وبين الأزواج والزوجات وغيرهم ثم ما في قلوب سائر الحيوانات لأولادها وانظر إلى آثار رحمة الله وانظر إلى آثار رحمة الله خلقه بالمطر الله عز وجل يرحم خلقه بنزول المطر يقول وما ينزل لهم من الأرزاق والعطايا والمعافاة في الأبدان والأهل والأموال كل هذا من هذه الرحمة الواحدة المخلوقة وادخر تسعة وتسعين رحمة ليوم القيامة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل رحمته إحنا لما نتفكر في هذا المعنى نتعرض لرحمة الله عز وجل بمعنى أن نحن رغم أن نحن ممكن نظلم وممكن نعصي الله عز وجل لكن يظل الرجاء في قلوبنا أن الله عز وجل يرحمنا لكن ينبغي لنا أن نبادر بالتوبة وأن نسارع إلى الرجوع إلى الله عز وجل حتى نكون أهلا لرحمة الله تبارك وتعالى يقول وكل هذا من هذه الرحمة الواحدة المخلوقة وادخر سبحانه تسعة وتسعين رحمة ليوم القيامة فعند ذلك يرجو المؤمن رحمة ربه رجاء عظيمة ويناله من رحمة الله فوق ما يخطر بباله وتحضرني الآن رؤية رأيتها الشيخ بيذكر عن نفسه رؤية رأيها يقول وهي أن ابن محمدا قد أصابه جرح فجعل يبكي فجعلت أبكي لبكائه رحمة الله فقلت في نفسي في المنام إذا كنت أرحم ابني هذه الرحمة فكيف برحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين وهو أرحم بعباده من الأم بولدها كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قديم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيه السبي دولا لهم الأسرى من النساء والصبيان أولاء السبي إذا وقعوا في الأسر إذا أولاء الأسر إذا وقعوا في الأسر انتقلوا إلى السبي صاروا إماء عبيد قال فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا من السبي في السبي أخذته فألسقته بيطنها وأرضعته امرأة فقدت ولدها فتمر في وسط السبي فإذا وجدت صبيا في الأرض أخذته فأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا قال والله وهي تقدر على ألا تطرحه يعني الصحابة قالوا لا كيف ذلك وهي تقدر على ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها سبحان الله العظيم ولذلك نحن يوم القيامة لو جعل الله عز وجل حسابنا إلى آبائنا وأمهاتنا الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا يقول لابد أنها تكون رحمة عظيمة جدا فوق ما يخطر ببالنا فالحمد لله الحمد لله على كمال أسماء الله عز وجل وصفاته لذلك نحن نقول الحمد لله نقول الحمد لله لكمال أسمائه عز وجل وصفاته والحمد لله لعظيم أسمائه وصفاته عز وجل كده بسم الله الرحمن الرحيم يقول واسمه الرحيم الاسم الدال على صفة الفعل فهو يختص بمن شاء الله رحمته يبقى إحنا قلنا الرحمن هذا صفة ذات يبقى غير متعلقة بالمرحوم أو غير متعلقة بالقدرة والمشيئة ولذلك هذه الرحمة عامة لكل الخلاق المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنس والجن والحيوان وكل المخلوقات أما الرحيم فهو متعلق بصفة الفعل عشان كده الله جل يقول وبالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم يبقى رؤوف رحيم لأنه عز وجل هذا مرتبط بالفعل فرحم من يشاء من عبادي هذا المعنى يقول كما قال تعالى يختص برحمته من يشاء يبقى هذه الرحمة هي الرحمة الخاصة التي هي خاصة بالمؤمنين يقول وقال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيم وكان بالمؤمنين رحيم وقال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون هذه الآية مهمة جدا لأنها تتكلّ بعض الناس يستدل بها على أن رحمة الله يدخل فيها الكافر ويدخل فيها الذي ألحد والذي حارب الله عز وجل ليس الأمر كذلك الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون يبا هذه الرحمة إنما هي خاصة بأهل الإيمان الذين آمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول وأعظم رحمة خص الله بها عباده المؤمنين هدايتهم للإسلام دي فعلا من أعظم الرحمات يعني إحنا كون إن إحنا أطاعنا الله عز وجل هذه رحمة من الله عز وجل لأن هذه الرحمة رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين كما قال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين فكون إن إحنا بنحسن وكون إن إحنا بنحسن العمل وبنعبد الله عز وجل فنحن نتعرض لرحمة الله عز وجل وذلك كان من أعظم الرحمات أن هدان الله عز وجل والصحابة كانوا يفهموا هذا المعنى جيدا عشان كده يقولوا والله لو لله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وسبت الأقدام إلا قينا فإن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فالصحابة كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي تفضل عليهم بهذه الرحمة بأن هداهم للإسلام يقول وشرح صدورهم له وتوفيقهم للتقرب إليه بطاعته وما يفيد عليهم من نعيم قربه وحبه ونحن في هذا الشهر الكريم نتعرض لرحمة الله عز وجل أو الله العظيم بهذا الشهر الكريم نرجو رحمة الله نرجو ما عند الله عز وجل من النعم ومن العطايا ومن البركات ومن الهبات وذلك نحن نجتهد في الطاعة حتى نكون أهل لرحمة الله عز وجل وذلك إحنا وإحنا بندعو الله عز وجل وابنتضرع إلى الله عز وجل بنتضرع إليه عز وجل أن يرحمنا وأن يدخلنا في عباده المرحومين وعلى العكس من ذلك أن نكون من المحرومين والعاذ بالله وذلك فإن من توفيق الله عز وجل العبد أن يوفق العبد لطاعة الله عز وجل يقول وما يفيض عليهم من نعيم قربه وحبه الذي يعرفهم به جنس النعيم الذي أعده لهم في الدار الآخرة في جنته كلام في غاية الروع والله اللي هو زي ما قلت الشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى يقول أن جنة الدنيا التي لم يدخل جنة الآخرة يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأعبوديته لله عز وجل فبيقول أن هنا اللي بيتعرف على الله في الدنيا وبيتعبد لله عز وجل في الدنيا هذا يذوق نوع من أنواع النعيم الذي أعده الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة يقول ثم ما يخص به سبحانه من شاء بما شاء من أنواع الرحمة التي يتفاوت فيها الخلق أعظم تفاوت لو إحنا بصنا للناس في الصلاة مثلا واحد بيصلي بيبكي واحد أول ما يقرأ القرآن بيبكي واحد أول ما يقرأ القرآن بيخشع جوارحه ويخشع قلبه واحد تاني قلبه غافل لاهن لا أنا مش أقول لكم واحد واحد أقول لكم الإنسان نفسه أوقات معينة ممكن قلبه يحطر وأوقات معينة قلبه بيكون بعيد مصروف عن الخشي وعن الخشوع فهذا الإنسان نفسه في أوقات بيكون متعرض لرحمة الله عز وجل وأوقات أخرى بيكون بعيد جدا عن رحمة الله تبارك وتعالى وذلك الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل كان أكثر تعرضا لرحمة الله عز وجل ومن ذلك يقول والراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تتعرض لرحمة الله عز وجل ينبغي أن تكون من الذين يرحمون الناس من لا يرحم لا يرحم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت المرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشش الأرض لم ترحم هذه الهرة فكانت سببا في أنها دخلت النار وقال دخلت بغي من بغايا إسرائيل الجنة في كلب سقطه سبحان الله العظيم رحمة هذه المرأة بغي تزني والعز والله لكن لوجود رحمة في قلبها سقط هذا الكلب كما ورد في الحديث أنه يلهس من شدة العطش يأكل السرى من شدة العطش يعني يلحس التراب من شدة العطش في الصحراء فنزلت هذه المرأة إلى داخل البئر شوفوا الرحمة اللي كانت في قلبها هي كانت عطشانة جدا فلما رأت البئر نزلت فشربت من البئر هي شعرت بالري الآن لما خرجت وجدت هذا الكلب استشعرت الرحمة التي في قلبها استشعرت ما كان عندها من العطش وده كلب حيوان يعني وده ممكن الناس أصلا بتأنف من الكلاب فنزلت داخل البئر وحملت الماء في موقها وضعت الماء في حزائها في الخف التي كانت تلبسه ووضعته في فمها وصعدت به إلى أعلى وسقط الكلب فشكر لها فغفر الله لها الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء قال صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة أجر الإنسان اللي يرحم الحيوان الله عز وجل يرحمه فضلا بأن يرحم الإنسان قال فاللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم أمين اللهم أمين يبقى احنا الآن توقفنا مع قوله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وغدا إن شاء الله نبدأ مع أول هذه السورة مع قوله عز وجل ألف لامرا بإذن الله تبارك وتعالى في نفس هذا الموعد وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه شكرا